اشتركوا في القناة 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 وانما الشكر الكثير بحكم اعطاه للنيازق اعطاه واحد القيمة وعطاه واحد سيد غادي الحمد لله في بحوتات عالمية وكما كما يعلم الجميع على هذا الشخص تحية لي من المنبر الاخوان باش منطبولش الاخوان بالنسبة للنيازق كما يعلم الجميع بانا كنا عدة نيازق وكنا أحجار ماشي نيازق وانما كنا عدة أحجار وكنا أحجار يعني جبلية كنا أحجار بوركانية الاخوان سبق لي والذكر بانا اذكرت بانا هاد الأحجار هادي كنا واحد عدية الناس كتراصلني على أساس بانها عندها أحجار نيازق ولكن مني كان نطلع لها كنلقاها ماشي نيازق وماشي بسهل باش تتعرف على النيازق الاخوان بواحد طرق بصورة يعني الصورة الاخوان ما يمكنش غدي تعرفك على الحجر اللي عندك دائما كنقول بان المختبر وإلا اقتضى الحال ان شاء الله مني غريت تواصل معي او لتصفت للصورة ديالك انا غانا نحاول نشرها على الناس اللي عندهم دوي الاختصاص في هذا النيازق ولكن اقتضى الحال ستجي معك الحجر اللي عندك بشتعرف الخامة ديالها او القيمة ديالها وكينا حاجة اخرى بالنسبة الناس اللي عندهم الاحجار ديال النيازق وبغات مثلا تبيع وإن شاء الله إلا كان تم البيع ديالها او لا بغي يعني كين شي واحد بغي شريها من المختبرات او لا غيره بحكم كين الناس كانت ديالكوليكسيون مش بضرورة تبيع المختبر وإنما يستحسن تكون في المختبر تدوز المختبر وبنسبة للمختبر الاخوان إلا كانت هذه القيمة ديال الحجار اللي عندك رها مزيانة أنا كننصح جميع الاخوان بشيخليوا واحد العينة من ذوك نيازق بشي تبقى للدولة او لا المملكة المغربية بحكم عندنا ناس خبراء في هذا الميدان في هذا المجال يستحسن نحن بشي نبقوا حنا السباقين لهذا الاكتشاف ديال هاد النيازق بحكم علاش اكتشاف ديال هاد النيازق بحكم كين احجار ولا تدخلاتش عالم جنز كما يعلم جميع بان عالم جنز كين واحد الكتاب معروف عالميا كيتسمى بتحديات جنز اي حاجة كتكون غريبة او لك اي حاجة عندها واحد كتكون واحد طفرة نوعية او لك عندها واحد القيمة عالميا الاو كتدخل لك الكتاب وكترصخ فيه كتبقى مدى الحياة على ذكر او لا على سبيل الذكر هي حجرة تيتسينت حجرة تيتسينت كما يعلم الجميع بان تيتسينت واحد المنطقة في طاطا تحية الاخوان من هذا المنبر للناس يالتاتا على اروع المملكة وتحية لشعر المغربي كله بنسبة الناس او لا تيتسينت معروف بها واحد النيزق اللي يدخل العالمية ودخل القينز هاد تيتسينت كانت توجد في منطقة تاتا 50 كم جنوب شرق تاتا على بعد 50 كم منطقة الاخوان وهي التي تسمى تيتسينت بحكمة الاخوان لماذا تسمى الاسم كانت في فترة زمنية كانت الحجرة تسمى مالكها او الانسان الذي اعتر عليها منطقة 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 المناطق التي توجدت فيها تلك الحجرة للنيزق وبالنسبة لذلك الانسان كانت تتبعت قريبا وعندما ذكرت أمس وعندما كانت تتبعت مع اخوان ووجدتني مساءلات على النيزق وعطيت فكرة على تي سينت تي سينت تي سينت كانت في مدة زمنية لم تكن لديها قيمة وتلقى نيزق يعني طاح هذه الحجرة تي سينت كانت تقريبا تسوى 100 درهم لم تكن لديها قيمة ومن بعد تطورات القضية تي سينت بحكم الاخ عبد الرحمن هو والخبراء لديهم استطلاع أو واحد استكشاف للمنطقة تي سينت بحكم سمعوا بأن تي سينت كانت تي سينت ومشاوا يجعلوا واحد واحد استكشاف للمنطقة وتتلاقوا الناس تغبروا بحكم الناس للمنطقة ومن بعد هذا سينت لديه قيمة ومشايا كما نقول لديه تمان بحكم أن يأتي لحكم ومشايا نانطقة بالضبط ومطلوب إلا الناس البائعين قلناصي الأحجار النيازق أو تجار يعني بين قوسين سماسرة النيازق هزفت تمام وصلحت من 100 درهم إلى 400 درهم من بعد الأخ عبد الرحمن إيبه رجعوا للك المنطقة جاءوا مراسلة بأن ذاك الحجرة تم العطور عنها عند بعض الأشخاص وقتناها عنده وده المختبر ولقاه بأن ذاك العين رهم زيانة لهذا تمام هذا الحجر تصور معي من دخل تجاري في أمريكا ومن المغرب وصل إلى 10,000 درهم وحتى إلى 12,000 درهم من القرام الواحد ولهذا أول حجر نيازق ماشي أول حجر وإنما كان أحجر ولكن مضبط هذا الحجر الذي يتواجد بالمناطق المغربية الحمد لله هذا شرف لنا لأنه واحدة من الأحجار الفضائية نزلت ودخلات الجنز ومن طرف خبراء مغاربة هذا يشرفون ويشرفون الحمد لله لبلاد ديننا تحياتي تحياتي مرة أخرى لعبد الرحمن وهي الذي يعطي الكثير وكثير وكثير لقطاع أو لأحجار نيازق لكي لا نتواجد على الإخوان ونعطيكم معلومات لكي نستفيد ونستفيد كاملين بالنسبة لإخوان كينا أحجار الجبال أو باراكين البركان الإخوان من يكون كينا صهر تلقائيا يجمع معه المعادن هذه المعادن للإخوان منهم الحديد منهم منه منه العدد المعادن تكون لصقف هذه الحجار تضرب على مدة زمنية تكون الفترة تقريبا ألف سنة وما فوق بحكم الباراكين تقريبا ألاف سنين وما تضرب بعض المناطق في بعض المدن القليلة هذه الحجار يبدأ يجمع وينزل مع الحرارة الهيب النار أو البركان الفوران يجمع لنا النار يجمع مع هذه الحجار تدوب ويبدأ تجمع مع الرواسب الحديد ومنه يضرب مدة زمنية يقصح ويجمع المغناطيس ويجمع في الحجار ويسحب لك أنه حجار نيازك لأخوان هناك أحجار نيازك يلتسق بها المغناطيس ويجمع أحجار بركانية يلتسق بها المغناطيس بحكم فيها المعادن كما يعلم جميع بأن باطن الأرض رفيه أشكال وأنواع يعني دي المعادن وعلى الذكر الإخوان كالجمال الأخضر بالنسبة للنيازك كالجمال الأسود كالجمال 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 العدد كبير دي الأحجار كما تلاحظون الإخوان هذه أحجار كما قلنا لكم وسبق لها الذكر هذه كما تلاحظون بعض الشضايا أو الذهب كما تلاحظون معنا الإخوان نحاول نزق الصورة الإخوان كما تلاحظون معنا الإخوان هنا يوجد بعض البقايا ذهب فهذه الأحجار وكما تعلمون هذا أحجر إلى الشيء تقول هذا هو الجمال الأخضر بحكم عنده خطوط خضراء كما تلاحظون سبحان الله شوف الإخوان شو هنا إخوان هذا لا يوجد سباغ هذا حجر كذلك وكذلك هنا أحجار أخرى إخوان تحتوي على بعض يقدر النحاس يقدر الذهب حكم كما لدي تست لكي نعرف المعدن الذي كان هنا هذه أحجار الإخوان يعني ليس هادي وهادي يا الإخوان هذا ليس أحجار نيازق هذا أحجار جبلية أنتو إخوان هنا أحجار كثير الإخوان كان واحد عدد الناس يجيب له هذا أحجار يقول لك أنه سي نيازق بالعكس الإخوان هذا ليس نيازق أحجار جبلية كما قال أنه يتسقي المغناطيس بحكم أن تضرب لفترة زمنية وأن ترصب الحديد ومعادن على شكل أحجار نيازق هذه المعلومة الإخوان كما قال لكم أحجار تصل من 100 درهم للقرام الواحد كان البلاك بيوتي أو الجمال الأسود وصل ل يعني لا يوجد قيمة كثيرا بعض منه قيمة وكان بحكم يتباع 100 درهم أو الكيلو سمع الإخوان كان أحجار وصل 100 درهم لكيلو للنيازق من البلاك بيوتي ماشي الإخوان بأن عندي حجر يعني يسحب لي بأن هو نيازق بالعكس الإخوان بغينا مثلا بالنس اللي بغيت تواصل معنا وكيف هتصفت لنا التصور يستحسن الإخوان تكون صورة مزيانة بين مزيانة الحجر وغيتحاول تصور لجوز صورات ما تكتر يعني حاول صفت بحكم يكون واحد العدد للناس يصفت لك تصور النيازق الإخوان يستحسن كل أخ اللي بغيت تواصل معي يصفت لجوز التصور الحجر النيازق الذي يمتلك ولكن يستحسن يكون صورة دو جودة عالية لا تصور بالليلة صور بالنهار يستحسن في الصباح لكي يكون ضوء طبيعي وإذا كان في المستطاع لديك كاميرا مزيان لديك المختبر للصور وشد صورة أو شوش وبعتهم لنا في الواتساب الإخوان بنسبة سنحاول لكم الرابط للرقم في صندوق الوصف وكما أتمنى لا تكون تقلت عليكم في هذا الفيديو نريد أن نعطي معلومات على هذا النيازق ونقوم طريق كيف ستواصل معكم بحكم جاءتني مساءلات كثيرة وكل مرة يقول لك بغينا الرقم ديالك بغينا الرقم ديالك الإخوان ها هو الرقم ديالك ويستحسن الإخوان الناس اللي هتتواصل معي في الأحجار الكريمة كما تعلموا أو النيازق لا غير الإخوان هذه المعلومة الإخوان لا تقوم أخرى يعني الأحجار الكريمة والنيازق هذا هو الموضوع للقناة كنشكركم لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة بارتجي معنا هذا الفيديو لكي يوصل لأكبر نسبة للناس لكي تعمل الفائدة للجميع ويعود البلد إن شاء الله يستنفع بهذه الأحجار اللي عندنا بحكم كنا ناس من خارج الوطن كتتتواصل معي على الأحجار نحن مستعدون لكي نتواصل معكم ونفعلوا الطريقة كيفية نتراسل معكم إلا كان حزر يستهل للإخوان نحاول نجيبه وندخله للبلاد وندخله لدينا ونفعله تست بحكم مختبر عالمي معروف أكدير فيه آلات حديثة ومتطورة جدا ونتمنى إن شاء الله تعمل الفائدة على الجميع كنشكركم بزي معكم أخوكم للعائلة التي انضمت القناة كنشكر العائلة لما كتبنا دائما وأبدا تحياتي لكم معكم أخوكم كمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله